موسيقى خلال احتفالية بليلة القدر الرئيس سيسي يدعو إلى موصلة الجهود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام خلال ترأس مجلس المحافظين نامت بولي وجه بتفعيل غرف الطوارئ والأزمات خلال إجازة عيد الفتر المبارك الأمم المتحدة تؤكد أنها لم تطلق أي مؤشرات على وقف القتال في السودان التسعة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موصلة الجهد المحمود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام والتعريف بجوهره الحقيقي كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والازدهار جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة وتوجهوا بالتحية أيضا إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الأئمة والدعاء والقراء معربا عن تطلع الأمة كلها إلى مواصلة الجهد المحمود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام والتعريف بجوهره الحقيقي كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والازدهار كما توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهاني للمصريين بمناسبة عيد القيام المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك أتوجه لكم بالتحية وللشعب المصري العظيم بخالص التقدير والتهاني بمناسبة احتفالنا اليوم بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير ومصر والأمتان العربية والإسلامية في أمان وسلام واسمحوا لي أيضا أننا أتقدم بالتهنئة لأشقائنا المسيحيين كل عام وأنتم بخير وأمان وسلام وخلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر كرم السيد رئيس عبد الفتح السيسي الفائزين في المصابقة العالمية التساع والعشرين للقرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكرية للأشقاء السلاسة الفائزين في مصابقة القرآن الكريم كاملا مع فهم معنيه ومقاصده العامة كما حرص على أغذي صورة تذكرية مع الفائزين بشكل منفرد أهدى الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب الرئيس عبد الفتح السيسي هدية تذكرية عبارة عن نسخة فريدة من مصحف الأزهر الشريف تعد هذه النسخة من نوادر المصاحف وقد استغرق العمل فيها كرابة العشرين عاما وطبعت بدقة كبيرة وباستخدام أجود أنواع الورق المعمر والمصنوع من القطن الخالي من الأحماض للمحافظة على رونق الألوان زمنا طويلة وفي كلمته خلال احتفالية ليلة القدر وجه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب نداء الوقف الاقتتال وسفك الدماء دعيا الله أن يكشف عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع ما نزل بساحته من حروب وقحت ووباء وغلاء أتقدم إليكم سيادة الرئيس ولشعب مصر الكريم وللأمتين العربية والإسلامية ملوكاً ورؤساء وأمراء وقادة مشعوباً بخالص التهاني وأضيب الأمان وأصدق الدعوات بأن يعيد الله علينا وعليكم هذا الشهر الكريم باليمن والخير والبركات وأن يكشف عنا وعن العالم كله ما نزل بساحته وساء به صباحه من حروب وقحض ووباء وغلاء من جانبه أعرب وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعاً شكره وتقديره للرئيس السيسي على العناية الكريمة بعمارة بيوت الله لتصبح منارة عظيمة لنشر صحيح الدين أترجه باسمي واسم جميع أئمة الأوقاف والعملين بها بخالص الشكر والتقدير والامتنان لسياداتكم على عنايتكم الكريمة بعمارة بيوت الله عز وجل مبناً ومعناً لتصبح منارة عظيمة لنشر صحيح الدين تسهم في بناء الإنسان والأوطان تسهم في بناء الإنسان والأوطان وتدعم حق العيش الإنساني المشتر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً رقم 152 لعام 2023 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر وعيد تحرير سيناء ووفقاً لأحكام هذا القرار تشكل لجنة عليا في الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الدقلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر في من يستحق العفو ونشر القرار في الجريدة الرسمية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستعداد التام لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك من خلال تفعيل غرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات بالإضافة إلى تكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع في الأسواق جاء ذلك خلال ترأس مدبولي لاجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة عدد من الملفات والقضايا بحضور وزير التنمية المحلية كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود مواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار متابعة غرف العمليات الدائمة بالمحافظة فيما يخص أي حالات تعد على أراضي الدولة استغلالا لفترة الأجازات والأعياد خاصة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التغطيط وعدد من المسؤولين أشار رئيس الوزراء إلى موصلة الجهود للعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحافزات التي من شأنها التشجيع على دخول مستثمرين جدد للسوق المصرية وقيم المستثمرين المتواجدين بالفعل بالتوسع في حجم استثمارتهم أعقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعا مع عدد من مساعده والقيادات الأمنية كما تم التواصل مع مدير الأمن عبر تكنية الفيديو كونفرنس لمتابعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك حيث استعرض محاور الخطة الأمنية على الأصعدة كافة وعلى المستويات أعقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعده والقيادات الأمنية كما تم التواصل مع جميع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية عبر تكنية الفيديو كونفرنس لاستعرض محاور الخطة الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه في شأن حماة أمن وسلامة المواطنين قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معربا عن تقديره للجهود التي يبدلونها في شتى مجالات العمل الأمني وهو ما أصفر عن تحقيق النجاحات والإنجازات وحالة الاستقرار الأمنية على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتين الأقليمية والدولية وتابع سيادته مع القيادات الأمنية بمدريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطة تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة وأطر التنصيق بين مختلف قطاعات الوزارة ووجه إلى مواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الاستقرار ويؤكد على الوجه الحضري للبلاد كما شدد على ضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والوقوف على مدى الاستعداد والانتشار الأمني المكثف للقوات لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل بالإضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية المتحركة وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين وأشار الوزير إلى أهمية المظهر الانضباطي للقوات والمركبات بما يعكس الأداء الأمني المتميز للشرطة ووجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيول المرورية وأكد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية وإبراز مظاهر القوة واليقظة والجدية مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ مهام ومسؤوليات الرسالة الأمنية التي تطلع بها وزارة الداخلية تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصلا هاتفيا من ناظر اليوناني نيكوس دين دياسا تناول تطورات الوضع في السودان وكذلك أهم ملفات التعاون السنائي بين البلدين أوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الاتصال شهد تأكيد طرفين على خطورة الوضع الرهن في السودان وضرورة التوصل للتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة وذكرت الخارجية أن الجانبين اتفقا على أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا وضرورة عدم التدخل لأي أطراف خارجية بشكل يعقو جهود احتواء الأزمة أكدت الأمم المتحدة أنها لم تطلق أي مؤشرات على وقف القتال في السودان أشارت إلى أنه لا توجد خطط لمغادرة أطقم الأمم المتحدة السودان حتى هذه اللحظة ومن جهتها دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية الأطراف المتنازعة في السودان إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين فيما أوضحت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جيني بليزاندرا بيلاتشي أن هناك نحو أربعة ألاف موظف يعملون في الولايات ويجعلون أوضاعا خطيرة للغاية يأتي هذا في حين نقلت توكيلة رويترز عن شهود دعيان قولهم أن أصوات إطلاق نار السمعت في الخرطوم بعد الموعد المقرر لبدء وقف إطلاق النار في السادسة من مساء اليوم ومن جهتها أعلنت القيادات العامة للقوات المسلحة أنه تم عرض مقترح هدنة من أطراف دولية لمدة 24 ساعة للنواحي الإنسانية وفقت عليها القوات المسلحة إلا أن ميليشيا التمرد لم تلتزم بها أشرت القوات المسلحة السودانية إلى أنها دخلت مرحلة حاسمة وأن جهود القوات المسلحة منصبة نحو تحقيق غايتها على المستوى العمليتي كانت وكالة ريتر للأنباء كذكرت أن طرفي الصراع في السودان اتفق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء هذا وقد صرح الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو في مجلس السيادة السوداني صرح بأن وقف إطلاق النار سيبدأ في الرابعة مساء بتوقيت جيرينيتش ولن يتجاوز مدة 24 ساعة المتفق عليها يمكن هناك مقترع يمكن تم تقديمه لنا من المنظمة الأممية وأيضا باتصالات من الدول الشقيقة والدير الخرية الأمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة نحن وافقنا على ذلك لمدة 24 ساعة فقط لماذا؟ نظرا للظروف الإنسانية القادمة التي يعيشها مواطن الخرطوم التحركات أصبحت صعبة المستشفيات والخدمات في الكهرباء والمياه نحتاج لهذه 24 ساعة لسماح للمواطنين بالحركة والجهات الحكومية المسؤولة لإحتياجات اللازمة إلى ذلك رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيت بالهدنة الإنسانية التي أعلن عن صرايانها لمدة 24 ساعة معتبرا أنها ضرورية وخلال تصال هاتفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مصفقي عرب أبو الغيت عن أمله في التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار وفي البناء على هذه الخطوة وتمديد الهدنة الإنسانية كما شهد الاتصال تبادلا لوجهات النظر حول الوضع الخطير في السودان وما يمكن عمله بالتنصيق بين المنظمتين الإقليميتين للوصول إلى وقف تصعيد واستعادة الهدوء ناشدت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي بإدانة تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية أكدت الخارجية السودانية في هذا الإطار أن القوات المسلحة هي المؤسسة الرسمية الشرعية والمسؤولة عن استقرار واستدباب السلم والأمن في السودان كما دعت الخارجية الأمم المتحدة لإدانة القوات المتمردة لانتشارها واستمرارها في القتال في المدن والمناطق السكنية الأمر الذي يؤدي لتعريض المدنيين إلى خطر كبير قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكار بيرتس إن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل 185 شخص وإصابة أكثر من 1800 آخرين وأضف أن الطرفين المتقاتلين لا يعطيان انطباعا أنهما يريدان وساطة من أجل السلام بينهما على الفور استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان الذي وصل إلى دمشق في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ 12 عاما وتتوج الزيارة لاستئناف العلاقات السورية السعودية وتأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة وفي وقت تبحث فيه دول عربية إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية استقبل الشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عهل الأردن الملك عبدالله الثاني الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الإمارات يرافقه الأمير حسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن وبحث الجانبان العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة لهما ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التقدم والازدهار قرار مجلس النواب اللبناني تأجيل الانتخابات البلدية والتي كان من المزمع أن تعقد في الشهر القادم وذلك للمرة الثانية خلال سنتين تجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل ست سنوات جارت آخر مرة في عام 2016 وكان من المفترض أن تعقد في العام الماضي إلا أن البرلمان أقر في مارس من عام 22 التمديد للمجالس البلدية لمدة عام واحد بسبب الأزمة المتواصلة منذ عام 2019 هذا وتحول عوامل عدة لوجستية ومالية دون إجراء الانتخابات رغم دعوات من المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بموعدها المقرر زار رئيس روسي فلاديمير بوتين منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا حيث التقى العسكريين المنتشرين فيها في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفاد الكريملين أن بوتين زار مقر قوات دينيبرو العسكرية في منطقة خيرسون بدون أن يحدد تاريخ لهذه الزيارة الأولى لبوتين إلى المنطقة التي تسيطر الكوات الروسية على جزء منها وأعلنت موسكو ضمها العمل الماضي مع ثلاث مناطق أوكرانيا أوكرانيا موسيقى 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 اشتركوا في القناة قام الرئيس فلودمير زلانسكي رئيس الاوكراني بزيارة للقوات الاوكرانية في افدفاكا شرق اوكرانيا وقد اوضح مكتب الرئاسة ان زلانسكي طلق تقارير من القادة العسكريين عن الوضع في ساحة القتال وقام خلال الزيارة بتكريم الجنود ذكرت وكالة انباء الروسية ان وزير الدفاع الروسي سرغي شويجو ابلغ نظيره الصيني ان تعاون العسكرية بين بلديهما هو قوة تحقق الاستقرار في العالم ويساهم في الحد من احتمال نشوب الصرع ويزور وزير الدفاع الصيني ليتشانك فو موسكو حاليا استطلعوا الدولتان الى تعزيز تعاونهما العسكري الذي يثير مخاوفه في الغرب وانشدد وزير الدفاع الروسي على ضرورة قيام موسكو وبيكين بتنسيق الجهود الخاصة بهما معبرا عن انتقاته في انه سيجري التوسع في برنامج للتدريبات العسكرية المشترك وجه وزراء خارجية دول مجموعة السابع تحذيرا شديد اللهجة الى الدول التي تساعد روسيا في حربها في اوكرانيا مؤكدين انها ستدفع اثمانا باهظة ومناددين في الوقت ذاته بانشطة الصين العسكرية البحرية لم يعلن المجتمعون في منتجع باليابان عن اي اجراءات جديدة ضد موسكو لكنهم تعهدوا بمواصلة تشديد العقوبات بحقها ومضعفة الجهود لمنع دول ثالثة من الالتفاف عليها كما ندد البيان الختامي للاكتماع بالخطاب النووي غير المسؤول الروسي وبتهديد موسكو بنشر اسلحة نووية في بيلاروسيا معتبرا ومعتبرين ذلك غير مقبول اعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من اجراء مليون وستمائة وتسعة وخمسين الف وستمائة واثنتين وسبعين عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لانهاء قوائم الانتظار وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو من عام الفين وثمانية عشر اوضحت وزارة الصحة انه تم متابعة اكثر من تسعة وثلاثين الف ومائتين وثلاث وثمانين حالة بعد اجراء العمليات للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى وذلك خلال الفترة من يناير الى منتصف شهر ابريل من عام الفين سلاسة وعشرين بالاضافة الى استقبال واحد وتسعين الف وسبعمائة وثمانية من الاتصالات من مرضى قوائم الانتظار خلال نفس الفترة عبر الخط الساخن المخصصي للمبادرة شاركت النائبة اميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الاحزاب والسياسين في جلسة الملتقى البرلمانية الدولية باجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمقامة في واشنطن ونقشت الجلسة والتحديات العالمية الحالية وجهود تعزيز الحكم الرشيد ومحاربة الفساد كما نقشت ايضا الجلسة تأثير غياب الشفافية والمساءلة وضرورة تعزيز الاستدامة المالية وتسريع الحوكم الرقمية وتحسين تقديم الخدمات وتعبئة الموالد استقبل وزير البترول طارق الملأ الأمين العام الجديد لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الأوابك جمال عيسى وتم خلال اللقاء استعرضوا الترتيبات الخاصة بالإعداد لمؤتمر الطاقة العربية الثاني عشر والمقرر عقده بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من الحادي عشر إلى الثاني عشر من ديسمبر من عام 2023 أكد الملأ على دعم مصر لجهود تطوير أليات عمل المنظمة وتعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة بدأت محافظة جنوب سيناء موسم حصاد وتوريد القمح إلى الصوامع بعاصمة المحافظة طور سيناء وتوفد المزارعون على المطحن والصومعة لبدء توريد القمح وسط التزام المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام وتزرع محافظة جنوب سيناء نحو 392 فدانا بين ألواع المتميزة من الأقماح عندنا بداية توريد المزارعين بكمية إن شاء الله كده لغاية دلوقتي في حدود وسط نقطة الاستلام حوالي خمسة مع بداية موسم الزراعة كانت رفع دولة معرض الوزراء رفع من 821 العام الماضي لغاية 1200 الأسبوع الماضي رفع من 1200 ل 1500 جنيه محافظة جنوب سيناء محافظة وعيدة جدا في إنتاج الأقماح المصرية خاصة جهزة 171 ومصر واحد اللي النهاردة إن شاء الله أول كمية حوالي خمسة تن وردت للمطاحن النهاردة عن طريق اللجنة المشكلة من وزارة التموين محافظة جنوب سيناء من المحافظات الأولى في حصاد الأمح نظرا للظروف المناخية المتواجدة فيها ومحافظة وعيدة جدا بتبشر بإنتاج وفير إن شاء الله ومجال واعد جدا للاستثمارات الزراعية شهد محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة حفل الإفطار الجماعي على سحل البحر بالعريش والذي تم تنفيذه تحت اسم حفل إفطار الأسرة السينوية أكد محافظ شمال سيناء على أن حفل الإفطار الجماعي يأتي في إطار عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء واستقبال فصل الصيف دعينا المواطنين من أبناء المحافظات الأخرى لزيارة شمال سيناء والاستمتاع بجويها المعتدل وطبيعتها السحيرة خلال موسم الصيف أشار شوشة إلى أن حفل الإفطار الجماعي يضم جميع أبناء شمال سيناء من قيادات تنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشيخ القبائل وعواقل العائلات ورجال الأعمال وممثلي الكنيسة القبطية بالمحافظة تتميز كل دولة من الدول العربية بطابع خاص في إحياء شهر رمضان الكريم سواء عن طريق الاحتفالات أو الأكلات الشعبية في العراق الشقيق يتميز الشهر الكريم بزيادة الطلب على الحلويات التقليدية التي تعشقها كل المدن العراقية خلال شهر رمضان يتمتع العراقيون المولعون بالحلوة ببجموعة من الخيارات من كرات العجين المنتفخة المعروفة باسم العوامات والأقراص المقرمشة والتي تتم صناعتها بطريقة خاصة وبسيطة لتكون الحلوة التقليدية الأشهر وفي الشهر الكريم يزيد دائماً الطلب على هذه الحلوة التقليدية في جميع أنحاء العراق الزلابية والعوامة يعني تمدك بالطاقة يعني أنها كله صايم ممتنة عن الطعام والشراب تجي تفطغ بعد الإفطار تاكل لك زلابية أقلها شوية ترفع نسبة السكر بالدم تمدك بالطاقة خليك تقاوم مدة الصيام الطويلة اللي صارت بيك في الموصل يتعين على العاملين في محلات ومصانع الحلوة في جميع أنحاء المدينة أن يشمروا عن سواعدهم وأن يكدحوا في هذا الوقت من العام وبحسب أصحاب المحلات فإن الإنتاغ يقفز من 250 كيلو جراماً يومياً إلى أكثر من طن يومياً خلال شهر رمضان نحن نجيب العجينة لبان نخلطها طحين ونشأ ونجهزها نخليها بالزيت حار ونقليها ونرجع نطمسها بالشيرة نرجع نصفها تشخل نرجع نحولها بكاراتين أو صواني ولعل أحد العامل التي تساعد في زيادة شعبية هذه الحلوة التقليدية هو أصعرها المحقولة والتي تكون في متناول معظم العراقيين وقعت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان بروتوكول تعاون بهدف التمكين الاقتصادي لألفي مستحق في جميع المحافظات وبتكلفة ستين مليون جنيه من خلال مشاريع انتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديا والمستحقة للدعم وذلك تنفيذا لتكلفات الرئيس جاء ذلك بعد تكلفات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للفئة الأولى بالرعاية في إطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف اللعب وتوفير حياة كريمة لهم أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة ستمات ألف باب رزق للفيات الأكثر احتياجا داخل المحافظات المختلفة وذلك على هامش توقيع برتكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان الهدف منه إيجاد فرص عمل وتمكين اقتصادي لحوالي ألفين مشروع وبنبحث عنه في القرى الأسد احتياجا تكلفة التمكين كلها كأنها فلوس هتفضل شغالة إن شاء الله تجدد نفسها العائد بتاعها يرجع للناس تانية تشتغل فهم لألفين بداية بألفين مواطن في القرى الأكثر احتياجا إن شاء الله ستمائة ألف باب رزق دي المفروض أنها إن شاء الله هتبتدي بعد عيد الفتر مباشرة ودي هم يستهدف بيها أن يبقى فيه ستمائة ألف باب رزق وتمكين اقتصادي تفتحوا للمواطنين في مختلف المحافظات جاءت بروتوكول التعاون بين حياة كريمة والأرمان بقيمة 60 مليون جنيها لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي عن طريق تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج بنوعاتكم إن شاء الله خلال سنة نبقى فيه نتائج لهذا البروتوكول بتوفير أكتر من ثلاث أو أربع آلاف فرص عمل إن شاء الله من خلال توفير مشاريع صغيرة للأسر المنتجة الفكرة مش فكرة بلسة نحن بنساعد الأسر الأقصر احتياجا لكن نحن بنحول المساعدات ديت لعمالة وإن هما يبقوا أد باليو أو يمكن يبقوا هما إضافة للمجتمع مش بس يبقوا مستهلكين دي مبادرة القادمة دي للتمكين الاقتصادي إن احنا نبدأ نفتح للناس أفاق عمل لأن فعلا كل المصريين بيحبوا الشغل وكلهم أنا عايز مصدر رزق استعدينينا لأي مصدر رزق شراكة تعكس دور المجتمع المدني في الارتطاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا والحد من البطالة بما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات انطلقت فعليات القافلة طبية المجانية في قرية الحلزين بمحافظة مطروح ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضم القافلة التخصصات الطبية المختلفة للكشف على أهالي المنطقة وصرف العلاج لهم بالبجان بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى أكرب مستشفى لإجراء العمليات الجراحية وعن أحوال التقص غدا يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعة تقص حر نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مأل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ومأل الدفء على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يسود تقص مأل البرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة